السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك علي فراج العوضي شكرا جدا جدا على التفاعل ومتقدمتوا هولي الفترة اللي فاتت فاضلي سبعين مشترك بس بألف مشترك ودي حاجة تشرفني او لما ان شاء الله اجيب ألف مشترك والباس المباشر يتفعل عندي هطلع لكم باس مباشر واي حد عنده سؤال يقولهولي اي حد عنده اي استفسار او اي حاجة هيقولهولي في الباس المباشر لما اطلع لكم باس المباشر فانتو اي اه تمزلوا تما لايك الفيديو واشتراك في القناة عشان نوصل لالف مشترك بسرعة واطلع عليكم باس مباشر تمام ويبقى تصير جدا على الناس اللي ما عرفتش ارد علشان ان كانت تفاصل عندي تمام ان شاء الله الفترة الجاعة باية هبقى ارد عليكم ان شاء الله الفيديو النهاردة هعلمكم ازاي او في طريقة النهاردة هوليهلكم ازاي تعملوا المجلد الان بعد ما تقفل ازاي ترجعو تاني تمام انا هقول لكم الطرقة ديت نفعت معاكم خير وبركه ما نفعتش يبقى ما فيش غير الطرقة ننزل تاركا قبل كده تمام اه ترى لناولها النهاردة لو نفعت يبقى خلاص اه تعملها على طول لو ما نفعتش يبقى لازمان تحكروا التابلت وتعملوا المجاد الامن زي ما كنت عملت تاركا قبل كاف فيديو هتلاه الفيديو على القناة تحت تمام اه اه قبلها حاجة ما تنساش تنزل تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة يلا بناء التابلت لا تبخل علينا باللايك اهلا بكم مرة تانية اه طبعا اه زي ما اتركوا ابليكات ترى دات من غير ما تحكروا التابلت فانو نفعت معاكم اهلا وسلام ما نفعتش يبقى خلاص لازم انبقى تترى الاولى وقت من زيارك ابليك اللي انتو تحكروا التابلت تمام طبعا المشكلة اللي ظهرت ان انتو كلكم اه بيجيلكوا تسجيل الدخول لاما لغاء التثبيت بتاع النوكس بتاع اصد المجلد تمام اه فانتو هتجربوها بلغاء التثبيت او بتسجيل الدخول وتشوف انا واحدة هتشغل معكم تمام وبعد كده اه هتعرفوا بقى ازي تعملوا الكلام ده كله بقى في الفيديو يلا بناء عشان نشوف الفيديو مع بعض قبل اي حاجة بردك باتنساش تنزل تمام لايك الفيديو واشتراك في القناة ويتوصلنوا الف مشترك علشان اطلع اطلع لكم بس مباشر وارد على كل اسئلتكم تمام اطلع لكم بس مباشر وارد على كل اسئلتكم اولا ما اجيب الالف مشترك هانتها يلا نزولوا اعمال لك الفيديو واشتراك في القناة يلا بناء على الفيديو هتيجهم على الضبط هتجيبوا الضبط تمام وبعد كده هتجيبهم التطبيقات وبعد كده التلت شرق نقط فوق الشمال وامكانات وصول مميزة وبعد كده هتجيبهم صورة داخل صورة هيجيل كده تختاره اللي فيها ايه المجلد الامن ده اي واحدة فيها علامة مجلد الامن هتختاروه وبعد هنا هتجيب على الصورة فوق اي واحدة فيها علامة مجلد امن دي طبعا اللي كان عامل مجلد امن وبعدين اهنس او افل منه بعد كده هتجيب تفاصيل التطبيق في المتجر وبعد كده بقى هتسجلوا دخول على المتجر وبعد ما تعملوا تسجيل دخول على المتجر هتفتحوا عادي بقى المتجر وهتكتبه فوق في محرك البحث. درج جينة. تمام? وبعد كهتسبتوه تاني تعملوا عادة تثبيت او تثبيت يعني وتسبتوه وتفتحوه وبعد كهتفعلوه من جوه. وتجيبوا تركب درج وتسبتوه تاني اه تتخلوا يعني البتاع اللي بتوزهرتها دات عشان ايه ترفعوه الفو. تمام? اه فانتوا هتعملوا الخطوات ديت بعد ما تعملوا لغاية تثبيت او الكلام دي يعني تشوف انا هتنفع معكم. لو مع الزهر لكوش التطبيقات الليها عليها علامة المجلد الامل انت هتدخلوا منها على المتجر يبقى لازم انت تحكروا التابلت التاني تمام? اه اه وبقيت الطرية بقى انتوا عارفينها بقى ازاي بقى تثبيتو الدرج جينة والكلام دي. تمام? فكده نهاية الفيديو. اتمنى اكون عجبكم. بتنسوش اللايك والاشتراك في القناة.